بشكل سريع سلطان من المميزات ضمك في النصف الثاني من العام الماضي أغلب أهدافهم من العرضيات خطيرين جداً بالعرضيات يعني كل الفرق كانت تتعرض لهذه الميزة صحيح العرضيات وتحديداً حتى على المستوى التحارات الهجومية وتحديداً وجود زلايا بصراحة من أهم العناصر لأضافة المنظومة الهجومية لضمك ولنافس على المستوى حتى هدفين الدور أعتقد أنه لاعب جيد في التمركز مميز في الكرات العالية كذلك حتى في عملية التسديد بتركيز عالي في كل أهداف لو تلاحظك لاعب قناص على المستوى الهجوم بالإضافة إلى ضمك يعرف الكرات التابتة كيف تتنفذ وإيش الطريقة التي تكون فيها خطيرة ويلعب بدرجة كبيرة على أخطاء الفريق المنافس وهذا ما حصل اليوم أعتقد الأهداف واضحة على مستوى التنظيم بالنسبة للأهلي كذلك حتى حارس المربع تقدر عويس المرة الماضية كان أنقذ الأهلي والتي حقق فيها الفوز وكان من أهم العناصر التي حققت الأهلي الانتصار لكن برات اليوم أعتقد هدفين يتحمل جزء كبير منها إما أنك في كرات العرضية أو الكورنر بالشكل الخاص مع هذا التكتل تكون أنت الأعلى في الدفع الصعودة ولا أعلى في الارتقاء تقدر يعني تطلع على الكرة بشكل سهل شوف الهدف كيف يتحملوا بدرجة كبيرة لا على مستوى التمركز ولا على مستوى يعني كرة في خطة الستة بهذا التكتل أنت أنت الأولى بالصعود والارتقالها وتخليصها تخلص الفريق من هذه الخطورة فأعتقد أنها أخطاء واضحة على مستوى التنظيم وعلى مستوى الأهم المسؤولية والروح اللغايبة جداً